السلام عليكم يارب تكونوا جميعا بصحة وخير دايما النهاردة بإذن اللي هعمل معاكو شربة لسان العصفور من غير ما ضيف له نقطة زيت أول حاجة بنجيب الطوصة بتاعتنا وبنستنى لحد ما الطوصة تسخن معايا وشايفين الطوصة ما فيهاش أي نقطة زيت بعد كده بنزل بنسان العصفور وبسيبه على نور متوسطة وبقلبه من وقت للتاني ما ينفعش خالص نعل درجة حرارة البتاجاز عشان ما يتحرقش مننا احنا بالضبط كأننا كده بنحمصه بس على نور هادية عشان ياخد معانا لون دهبي عايز أقول لكم هو لونه دهبي في الحياة بس الكاميرا ظهر معانا اللون مختلف تماما بس لونه هيظهر معانا بعد كده لما يجي أضيف له الشربة تمام هنا كنت بحاول أوضح لكم لون من قريب بس برضو الفلاش مغير لون لسان العصفور معايا طبعا لما بوصل للدرجة اللي أنا عايزيها بضيف له بعد كده الشربة المغلية هنا شايفين درجة اللون بعد ما ضفت الشربة ظهرت معايا على طول طبعا ما عندي كيش شربة بتقدر تضيف له مية مع مكعب من مرأة الدجاج بيبقى حلو جدا جدا كنت هنا بحاول ان انا اوضح لكم لونه عامل ازاي لان انا عارفة ان الكاميرا مغير اللون خالص طبعا هضيف له باقي كمية الشربة بتاعتي وهغط عليه واسيبه على نار هادية لحد ما يستوي معايا طبعا لو عايزة تزوديله ملح بتقدر تزوديله الملح على حسب الرغبة وده كده شكله بعد ما استوى معايا ولونه كان طالع معايا حلو جدا جدا